موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور هاني محمد الشهيدي أخصائي القلب والعواية الدموية وأسترة القلب مدير التدريب الطبي بمعهد القلب القومي ونائب رئيس اللجنة الطبية العليا لبطولة أمم أفريقيا ومدرس بالجماعية الأمريكية لأمراض القلب أنا أريد أن نتحدث عن أهم شيء نتحدث عن أمراض القلب الوقاية من أمراض القلب نتحدث عن الوقاية من أمراض القلب وكيف نحمي نفسنا من أمراض القلب كيف نحمي نفسنا من أمراض القلب؟ سأختصرهم بأن هناك عوامل خطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب عوامل خطورة هي السن ما نستطيع أن نتحكم فيها السن سكر ووجوده السكر ارتفاع ضغط الدم السمنة زيادة الوزن التدخين العامل الوراثي هذه الأشياء كلها وطبعاً فوق كل هذا فطيل الكمبيلة سوف تنفجر الحالة النفسية لذلك نقول أن عوامل خطورة نستطيع أن نتحكم فيها على قد ما نستطيع يمكن أن أعلم كلمة دائماً في هذا الموضوع أقول احفظ رقمك الرقم الذي يريد أن تحفظه ليس رقم البطاقة ليس رقم الموبايل ليس رقم الباسبور الرقم الذي يريد أن تحفظه هو ضغط كام سكر كام وزن كام وزن كده مستوى الدهون في جسم كده على الأقل كل 3 أو 4 سنوات نمنع كثير من أمراض القلب ودائماً أحب أن أقول قلل أكلك قلل ملحك تضبط ضغطك تكسب قلبك يا جماعة هي مؤادلة بسيطة جداً أن الموضوع كيف نحافظ على نفسنا من عوامل الخطورة كيف كل مريض يأخذ أدوية كل مريض سكر سكر نبطل تدخين تماماً نفس واحد من سجارة واحدة يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية الحالة النفسية ليس بإقراضاتنا من نرفزين ولكن لا نصل إلى المرحلة أن نضر قلبنا ونختم ونأكد احفظ رقمك شكراً